أدانت مصر العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كاركوكا وأصفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحة وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيقة ولدوي الشهداء الأبطال متمانية الشفاء العاجل للمصابين وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر تؤكد تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم مؤكدة انتقتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيثة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على دحر الإرهاب وسط صال جذوره